شباب سدت في وجوههم الأبواب وأغلقت عليهم الحياة طرقها حتى وجدوا أنفسهم في طريق التجنيد غير القانوني يبيعهم سماصرة ويشتريهم آخرون يعدونهم بالتجنيد والترقيم والرواتب الخيالية وما هي سوى وعود جوفاء مغلفة ببهرج من القول يذهبون بإرادات مسلوبة للقتال في الحدود السعودية أو في جنوب هذه الحدود ولا يعودون ولا تعود حتى جثامينهم فقد ماتوا في معارك محسومة سلفا دخلوها بلا تدريب ولا تسليح ولا دعم لوجستي وفوق هذا وذاك معارك مشكوك في مدى شرعيتها فلا هم جزء من الجيش اليمني ولا هم جنود في الجيش السعودي مشاهدين الكرام في الفيلم التالي قصة تجنيد أولاد الحاج عبدالله الخولاني في الحدود السعودية نتابع ثم نعود عمره حدد تسعة عشر عمره تسعة عشر راح شلل آلي وراح بدالي وغطي بدالي أنا عيضت هنا ولله كله الأعياد الأعياد اللي بلبها رمضان اللي عرفها كله الأعياد كانت لها روحتوا بلاستنى عشر ساعة ورقيتوا وقلس لعشرين يوم تيبنا تعب أن الوطن أكبر من كل حالها وستمر بعدين كان هذا معاقيد بل الضباب كانوا قالوا لي خلاص خلي معاقيد بدالك بدالك قلنا لهم ما أصلوا شوش أنه معاقيد يكون بدالي سجلونا وقالوا ها قا سجلنا وحبنا راح على طوله عالب في الفين وسبعة عشر راح قباط عالب منطلق أنا من نهين البو ببعثات شوان نهين وصلنا للمنفذ الوديعة بعهرة بتاع لي وعلى الرأس الواحي ألف ما يحصله الآن على مستوى المديرية أو على مستوى المحاوظة التعز بالكامل لأنه يوجد بعض المناديب مقاولات أنا أسميهم مناديب مقاولات يستدرقوا الشباب يستدرقوا الشباب وللقتال في الحدود في باقهم في كتاب في البوقع في رازح وروح لبعق عالب عقصاد وقال خبار النصر الشرق الحمد لله روح الثاني سيف بدأ الترقيم بالانتهاء وغادرت من محافظة التعز إلى مارب وكان هناك في تشكيل لواء للأساس على القتال في محافظة القوف وكلها أراضي أمنية فتعسكرت معهم هناك ثم قادت أوامر بأن اللواء ينتقل إلى محور علب إلى قبهة علب فدخلنا إلى هناك إلى الحدود السعودية وقاتلنا ثمانية أشهر طبعاً نحن لسنا ضد أن نذهب لاتحرر أراضينا من الحوثينا أولاً المعددين البغاء ولكننا ضد الطريقة التي يتم بها الزق بأولادنا في القبهات السيف هذا قاعد راح للقبهة قاكم بكتاب سمر القبهة ثلاثة شوق روح على أساس شركاء عبد الرحمن راح عبد الرحمن تكون بكتاب برضو بعمل المستشفى عبد الرحمن نسوي له عملية بنقرة بس أقول لك تكون بكتاب ودحم بنقرة حدو أقول له بعد ثلاثة شكراً شكراً لأعملية ودنوا أقول له كي يقوم لا فيه تمشيط ولا أغطية قوية ولا شيء يعني متأقى ربع عشرة الأرواح أن تأخذ شاب في عمر 15 إلى 20 سنة وتذهبه إلى قوة السعودية نحن لسنا ضد أخوتنا السعودين ولا نترك لتضحياتهم ولمشاركتهم معنا بكل شيء وأنهم قاولوا لنقدتنا لنتنكر لهم لكننا نريد منهم أن يتعاملوا مع أولادنا أولاً ندربوا خذوا إلى معسكرة الدرير واعوا توعية وفر له وسائل السلامة كالتغطية القوهية كالتمهيد المدفعي وفر له وسائل الإخلاء أنا كعسكري أعرف أنه ضروري أن تبدأ المعركة بتمهيد قوي يوجد هناك فراق للإخلاء الطبي إذا تحصل الفرد إلى التعرض للقروح لإصابة لوفاة تكون هناك فراق متخصصة لإخلاء القرحة لإخلاء الشهداء من القبهات وبعد ثمانية أشهر طلبنا منهم أجائز فرفضوا أن يجيبوا لنا أجائز أربعمائة فرد طلبنا بالترحيل وترحلنا تون أن يكون لنا أي أرقاب عسكرية أو أي إثبات يثبت لنا بأننا عسكر يعني الروحة الوطنية ما تكون عند الواحد يعني الوطن أغرام من كل شي يعني بالنسبة للأبناء يعني شيء يبدأ له لكن الوطن ما يقش بدأ له إذا واحد استشهد إذا ما خارقتش قثته يعوقوا أسرة الشهيد بأن يحضروا قثته وهذا هو من العقيد كيف يطلبوا قثته وهي في خط النار أنا من أبناء عمومتي الآن منهم أبناء عمي عبد الله من عمي عبد الرحمن أشخاص كثيرين تستشهدوا في القبهة في صعدة لم تصل قثتهم يا أخي إذا كنت لا تستطيع أن توفر يعني أقل شيء بني ذهب واستشهد لا تأتيني بقثته إلى الآن حوالي سنة ونصف لم تصل أي قثة يقول لك مفقود طيب في جميع قيوش العالم قد تدخل قيوش لإنقاذ قط أو كلب في ذا لكن هذا بشر نحن ندفع دماء أنا لا تمون علي بالمال الذي دفعته أو بالسلاح أو بالطائرة اللي قدت عن قدنا في بي نحن ندفع دماء قدمت لبطانه قدمت نفسه للبطان حتى الآن أنا أعمال باب القبهة وما عندي شأل رياس أن أنا خلاص استشهد معاقب الباقين قلنا لهون اللي شرح مسموح طريق يعني باب القهد مفقود لأنه في سبيل الله كان هناك كتب يتقدموا وقدروا هنا القبهة طلعوا التبذيك ضحبوا شهداء قرحة قادها قالوا ما هناك قتلى ولا قرحة مش هقمتي يعني بتواجه هنا بالنسبة للبايع والشراه هذا من جانب التسليح لأن قوة اللواء كانت مسلحة بتسليح ضعيف جدا السلاح هذا الذي هو مش متوفر مثل الدبابات كاسحة الألغام المدرعات السلاح الذي كان معنا في اللواء فقط للدفاع وليس للهجوم يحصل أنه يستشهد شاخ المعروف في جميع ديوش العالم عندما يستشهد أنا عسكري خطو في الحرب الخامسة في عدة مناطق في الحرب السادسة معروف أنه يكون عندنا فرق للإخلاء أنا لا أقازف في الفرد أنا عندما أعطي الفرد أمدر الهجوم أكون أعطي الفرد أمر الهجوم بالمسافة الذي أنا أقادر أخلي فيه بمسرع عمليات أستطيع التحرك فيه وإذا تعرض الفرد للإصابة أو للاستشهاد يكون بإمكاني أن أصل له لكن أن أقازف في الفرد إلى خطوط لا أستطيع الوصول إليها هذه ليس من التكتيك العسكري لكن الآن هم خلاص ماشي غنام ومشو الزريبة إذا استشهاد أو قرح يقليس يضنزيف حتى الموت أو يأكلوا هالكلاب ولا تستطيع أن توصلوا تغطيت يعني أنشاء يعني 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 جيش يمني يغطوا يغطوا عليهم بطائرها طيب لما استرشيدوا وقل ليسا هناك مكروا عبو معا طائرات تقدرين ندله بطائرها بترفعه تقدرين ندله بطائره رفعته يعني ما تخلوش مكروا عبو يعني خلاص مات الله أرحمه استرشيد الله أرحمه لا هذا معه مسروع معه معه أب معه أم معه أخوة يعني واحد يعني يعني أب استشيد معه أبناء يعني ما نصروح إنك تشيبو تكرعبو خلاص أخطي معاك طائرات معاك ممكانيات معاك يعني مضليين معاك نزول خرق الشخص هذا أمت أكرعبو المحرق خرقنا ثلاثمائة واحد ترهيب عمل لما عملها شما تزيف لما عنا ترهيب لما عنا نشتي يعني أقائز نروح عمل لهم ترهيب يعني ودوا لهم الخضراء وقلتوا لهم 12 يوم داخل تنجار بعد ترهيب إذا قد تبحث عن أبناء المنطقة ما يقابل 20 فرد الآن الذي سقطوا في البق لم تصل قهو تثوب ماذا يذهب لهم بعضهم تذهب بهم الحاقة والفاقة وبعضهم يذهب كغيرة يذهب لاستعادة البلاد لأنه لا يوجد من الأوضاع يقول خلنا نحن نخارج نخارج البلاد هذه يجب على أخوان الخليجين أن يفهم أن معركتنا واحدة وأن أي أقندة هي تصدر بنا جميعا وعلموا أن طاهر القرمطي وصل إلى قدار الكعبة وسيصل عبد الملك الحوثي إلى قدار الكعبة إذا ظل الإماراتين والخليجين تعملوا معنا بهذه الطريقة والله الناشد من القيادة في تعز لأن يعطونا الأرقام العسكرية رغم أن نحن قاتلنا معاهم منذ اندلاع أول شرارة حرب وإحنا لا نطالبهم بشي نطالبهم فقط من الأرقام العسكرية يجب عن القيادة السياسية أن تتفهم ما أخوانا الخليجين بحيث يضعوا يكترثوا لهذه الدماء الذي تسقط يجب أن يحترم دماء الذي تسقط يجب أن يعلموا أن مشروعنا واحد إما ونقينا كميعا على السفينة العربية وإلا وغرقنا كامل في بحر إيران كم هم ضحايا هذا الشكل من تجارة البشر في الحدود الجنوبية للسعودية وهل مصطلح تجارة البشر هو المصطلح المناسب لهذه العمليات من يتحمل مسؤوليات تجنيدهم وموتهم أو الإصابات البدنية والنفسية لمن نجى من الموت منهم أسئلة نطرحها على ضيفنا من فين المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات مرحبا بك سيد توفيق مرحبا بك أخو عبد الله وقميع مشاهدي قناة بلقيس قضيتنا اليوم هي تجنيد المدنيين من اليمنيين للقتال في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ما هو التوصيف القانوني لهذه العمليات بداية أنا أشكر قناة بلقيس على فتح هذا الملف وحقيقة هذا الملف هو من الملفات الشائكة والموضوع في زاوية مظلمة لم يتم التطرق إليه كثيرا بصورة مركزة وعميقة وإن كان هناك تناولات إعلامية من هنا وهناك نحن في مرضمة سام تقريبا منذ أربعة إلى خمسة أشهر نعمل على هذا الملف وقد يكون لنا ملف تقرير سيصدر قريبا ربما بعد أيام عن وضع المقاتلين اليمنين على الحدود السعودية طبعا المملكة العربية السعودية وفق استراتيجية الحرب حاول تنتضع خندقا بشريا من الشباب المدنيين يمتد ربما من ساحل البحر الأحمر حتى صحراء الربع الخالي الشباب المدنيين اليمنيين من اليمنيين للدفاع عن حدها القنوبي بالضبط المدنيين على الحد القنوبي يقاتلون دفاعا عن أراضي المملكة العربية السعودية بمقابل أقر شهري يدفع لهؤلاء المقاتلين وإن كان لا يدفع بصورة منتظمة هناك أشكالية كبيرة سنناقشها لاحقا إن شاء الله لكن يبقى ملف المقاتلين اليمنيين على الحدود اليمني من الناحية القانونية هو ملف شائق جدا وفق توصيف القانون الدولي لأنه في حقيقة الأمر هؤلاء المقاتلين ودافع مالي بحث وفي هذا الأمر فيها شبهة أن يكونوا مرتزقة وفق تعريف تحريم تقنيد الارتزاق من قبل الدول وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدثت عن مثل هؤلاء المعتقلين لكن يبقى لا تتوفر فيها عنصر مهم وهو أن يكونوا من دولة ثالثة بمعنى لا يكونوا من اليمن ولا يكونوا من المملكة من المفترض أن يكونوا من دولة ثالثة وهذا يخرجهم أو يضع إشكالية في التعريف القانوني للمرتزق بشكل عام ولذلك أغلب الميلان أن يكونوا مقا ميليشيات أو مقاتلين بالآغر يقاتلون في المملكة العربية السعودية لأن حتى توصيف ميليشيات بالمعنى الدقيق أن تكون هناك هرم قيادي وترتيب وعقيدة إلى آخر يفقد جز منها وبالتالي هم في منزل بين المنزلتين وإن كانوا للميليشيات أقرب في هذا القاني وبالتالي من خلال هذا التوصيف تصبح الجمهورية اليمنية غير مسؤولة عنهم من الناحية القانونية ما لم يثبت أن هناك اتفاقية أو تعاون أو تسهيل من قبل الجمهورية اليمنية لهؤلاء المقاتلين مع المملكة العربية السعودية وتصبح المملكة العربية السعودية هي المسؤولة قانونة لا يمكن وضع هؤلاء المقاتلين سيتوفيق ألا يمكن أن يكون وضع هؤلاء المقاتلين ضمن عمليات التحالف وبالتالي هم مقاتلون يمنيون يحاولون بدعم من التحالف استعادة أراضيهم التي سيطرت عليها الميليشيا الإنقلابية لا نحن نتحدث اليوم نحن نتحدث عن دولة اسمها القمهورية اليمنية لها كيانها القانوني ولها نظامها الداخلي وبالتالي إذا اعتبرنا أن هؤلاء المقاتلين لا بد أولا أن نبحث هل هناك اتفاقية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية هناك دعوة دعوة من رئيس الجمهورية لا هم في للتدخل هم يقاتلون تحت راية الدفاع عند المملكة العربية السعودية هم يدفلون في أراضي المملكة العربية السعودية هم عملوا على تحرير كثير من العراضي السعودية التي أخذتها جماعة الحوثي هم يستلمون الرواتب من المملكة العربية السعودية قياداتهم يتم تكليفها وتعيينها من المملكة العربية السعودية هم لا يتبعون هم لا يتبعون الجيش اليمني على الإطلاق كأن الأمر سيختلف هم غير مقيدين في وزارة الدفاع اليمني وغير مقيدين أيضا حتى في وزارة الدفاع السعودية وبالتالي هم يأتون عبر سماسرة معينين يقومون بإقناعهم من القرى من المدن ثم إرسالهم إلى منفذ الوديع عبر معسكر كبير هناك مجموعة من المندوبين للألويات ثم يتدربون وبعضهم لا يتدربون يدخلون إلى الحدود مباشرة ويقاتلون لصالح المملكة العربية السعودية والقنود المعينين هم قنود سعودين ورواتبهم رواتب سعودية ويتعالقهم الإشكالية لا يوجد تزجيل يعني أنا أعرف أنه خلال فترة معينة من الألف شخص تقريبا الذي تم تقنيدهم بصورة رسمية 85 بحسب ما لدينا من إحصائيات وبالتالي هؤلاء الناس لديه إشكالية كبيرة في التوصيف القانوني لهم وبالتالي كثير من الملظمة تعتبر إما أن يكونوا مرتزقة وإما أن يكونوا عبارة عن مقاتلي الميليشيات هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح الجمهورية اليمنية هي مطالبة هل هناك اتفاقية موقعة مع أن هناك كثير من مظاهر التواجد الحكومي لكن غير مقنن بمعنى أن هناك تصريحات أو ما يسمى وثيقة سفر اضطرارية صادرة من السفارة أو القنصلية اليمنية في جدة لهؤلاء لتسهيل انتقالهم داخل المملكة العربية السعودية لكن في النهاية هؤلاء عندما يقرحون عندما يحدث لهم شيء تبقى السعودية هي المسؤولة الحكومة غير موجودة هل هناك اتفاقية موقعة بين اليمن ما هي آلياتها ما هي شروطها ما هي بنودها هذا أمر مختلف محتاج إلى توضيح أكثر من اليمن نفسها نعم من الذي يتحمل مسؤولية تجنيد هؤلاء هل يمكن لهم وزارة الدفاع اليمنية الحكومة اليمنية رئاسة هيئة الأركان طبعا المسؤول بالدرجة الأساسية هي السعودية بالدرجة الأساسية لأنها هي التي تستقطبهم ويقاتلوا يأتي في الدرجة الثانية ما نستطيع أن نسميهم سماسرة هؤلاء السماسرة إما يكونوا سماسرة من الجيش اليمني نفسه وإما أن يكون غير الجيش اليمني وهؤلاء للأسف الشديد بعضهم في قيادة الجيش أو مندوبين من الجيش يكبرون مقاتلين من الجبهات في تعز في الضالع أن يأتوا للقتال مع السعودية وهذه أيضا في القانوة يعني هناك استقطاب للمقاتلين استقطاب للمقاتلين من الجيش الوطني إلى هذه المحارك على الحدود السعودية نعم نحن في التقريب نحن في نعم نحن رصدنا وفي حالات ستطلعون عليها في تقرير مقاتلون بلا حقوق أو محرقة الحدود كما سمينا ستجدون أيضا هناك مقاتلين وبالتالي هذه قريمة أيضا يرتكي بها بعض ضباط الجيش الشرعي بأن يدفعون مقاتلين منتمين لوزارة الدفاع اليمنية للإخلال بواقبهم وترك مهمهم القتالية للذهاب إلى القتال في دولة أخرى مقابل أجر مالي لأنه كما نعلم أن هناك مبلغ يدفع مقابل كل مجند القاتل مع المملكة بمعنى أنت إذا أحضرت ما يقارب من عشر مقاتلين يدفع لك على كل مقاتل ما بين 500 إلى 1500 ريال سعودي وبالتالي أصبحت العملية عملية فيها استقطاب عملية فيها تجارة وعملية أيضا فيها تسهيل وأنا أضرب لك مثال أمس كنت تواصل مع أحد الأشخاص يتحدث عن قريبه الذي كان يقاتل عامل في المملكة العربية السعودية وبالتالي قادت ما تسمى بعملية تصحيح الأوضاع فأقنعوا بأن يشتري فيزا عندما اشترى الفيزا أقنعوا أن يذهب إلى اليمن فلما ذهب إلى اليمن قاء بالطائرة من سيئون وعندما وصل إلى مطار جدا أخبروا بأن عليه بصمة منذ ست سنوات وبالتالي لا يستطيع الدخول إلى المملكة فأختفى أو اعتقل لمدة شهرين أو عفوا أسبوعين ثم عاد إلى سيئون ومن سيئون تم إقناعه بسهورة للقتال إلى السعودية وإلى الحدود السعودية ودخل على الحدود بدون أي جواز بدون أي وثيقة بدون أي فيزة لأن العملية فيها أشبه ما يقوم بإجارة حقيقية هؤلاء يخرجون من الأراضي اليمنية بتوصيف مدنيون ليسوا مؤهلين للقتال ثم يتم الزجبن في هذه المعارك وبالتالي المسؤولية هنا تقع على عاتق الجيش السعودي في تحويلهم من باحثين عن فرص عمل إلى مقاتلين عليزا كذلك؟ حتى الحكومة اليمنية نعم لكن حتى الحكومة اليمنية اليوم لا نستطيع أن نعفيها وإن كنا ندرك وضعها ليس أعفاء ليس أعفاء لها لكن الحكومة تعلم أن هناك معسكرات وتعلم أن هناك نعم نعم السعودية هي المسؤولة بالدرجة الأولى برأيك سيد توفيق لماذا يحتاج الجيش الأعلى تصريحا في العالم وصاحب الترسانة العسكرية المهولة والتي لا زالت تتراكم الذي يمتلك أحدث التقنيات العسكرية بمئات المليارات من الدولارات لماذا يحتاج إلى هؤلاء الجوعة من الشباب اليمنيين للدفاع والذود عنه أحيانا في منطق الغني والفقير هذا المنطق موجود حتى في الحروب يعني منطق الغني منطق الأعلى منطق من يحب الحياة أكثر مقابل استغلال حاجات الناس ربما هذا المنطق موجود بقوة إضافة إلى منطق عسكري آخر أن اليمنيون أكثر دربة على السلاح وأكثر مراسا على الجغرافية خاصة الجغرافية الحدودية وربما أيضا لكنهم يستقفون من جنوب البلاد من تعز في الحدود من تعز التي تختلف تضاريسها تماما عن صعدة يعني كيف يكونون الأدراء بالتضاريس والتضاريس مختلفة نحن في بلد متنوع التضاريس لا هم القيادات غالبا هم من صعدة أغلب القيادات تأتي من المناطق الشمالية خاصة من منطقة صعدة وأيضا كما قلت لك حتى لو كانوا من أبناء تعز أبناء تعز أيضا أثبتوا في الحرب الأخيرة أنهم بلا شك وقادرين على استخدام السلاح ويمتلكون عقيدة قتالية لكن دعوة تضاريس تحديدا تسقط في هذه الجزئية ثم أننا نتحدث عن مدنيين وعن شباب صغار بالسن يتم استقطابهم وهم باحثين عن فرص عمل من خلال من خلال متابعة من خلال متابعة حتى أبناء تعز وأبناء ريمة أثبتوا قدرة قتالية على الحدود غير عادية لأنه اليمن يتكيف بطبيعته بالنهاية هل الجيش السعودي يعاني من نقص في الرجال ليس لديه رجال للقتال هذا العمر ربما يعني السعوديين هم يقادرون يجيبوا عليه لكن في النهاية نحن من خلال الميدان من خلال المعلومات من خلال الإحصائية تبين أن السعوديين لا يواقعون حتى السلاح القوي بمعنى أثناء الاشتباكات الميدانية الأثناء الاشتباكات المتداخلة بحسب كثير من الأوصف أن الطيران الأباتشية والطيران المروحي ربما يأتي ساعة أو ساعتين في سماء المعركة ثم ينفض ويترك لليمنيين قدرهم أن يقاتلوا مع أطراف السعودية وأن يقاتلوا مع الطرف الحوثي قصة وجود أطفال لأنه عملية التقنيد التي تتم في الحدود اليمنية هي تتم أحيانا بما يسمى عندنا رقم القلوس عندما كان لديك رقم قلوس الثالث ثانوية أو الإعدادية تقبل والبعض الذي يرفض يتم عن طريق السماسرة هؤلاء يدخلونهم بطريقتهم الخاصة هناك أطفال كثر يقاتلون على الحدود اليمنية مع القوات السعودية وهناك أضعاف مضاعفة أيضا يقاتلون مع جماعة الحوثي اليوم الحدود أصبح غرفة مظلمة تلتهم شباب اليمن تلتهم أطفال اليمن من الطرفين تلتهم أكثر خيرات اليمن ولا يوجد تسليط حقيقي على هذا الميدان أنت تتصور أن هناك ما يقارب أربع مقابر ليمنيين موجودة داخل السعودية في جيزان وعلى خطأبها إحدى هذه المقابر بحسب التوصيف أنها تتعادل مع ملعب الشهداء في تعز وأن تتصور بحق ملعب الشهداء كم ستحتوي مقابر جماعية لضحايا لدينا صور لهذه المقابر هو ليس جماعية وإنما من يموت يأخذ إلى داخل الجبهات كثير أيضا من القثث تترك في مناطق الاشتباكات القوية إما طعم للسباع وإما طعم للطيور لا يستطيعون أن يصلوا إليها بعض القثث يتم صب الأسيت عليها لتتحلل بسبب التعفل لأنه عندما تصدر رائحة المقاتلون يتأذون منها فيصفون علي الأسس وفي قضايا وثقنا بعض هذه القضايا بعض القثث تحليل الجثث يعني إذابة للجثث سيتوفيك أنت تتحدث عن شيء في غاية الخطورة كيف يتم إذابة جثث من ذهبوا للقتال دفاعا عن الجيش السعودي لدينا لدينا واقعة موثقة ولدينا اسم حالتها هذا السلوء يمارس أيضا من قبل جماعة الحوث على الحدود لأي قثة يمكن أن تؤذي المقاتلين على المرابطين هنا أو هناك هناك انتهاكات فضيعة هناك مدام وصلوا استطاعوا الوصول للجثة لماذا لا يقومون بدفنها ببساطة بدلا عن تذويبها في الأحماض في إشكاليات كبيرة أنا كما قلت لك بعض لدي قصة لشخص أصيب بقرح بلغم وظل في الجبهة ثلاثة أيام حتى أنقذوه بعد ثلاثة أيام والشخص آخر قرح وتم نقله على الأقدام من قبل الزمولاء ما يقارب 12 ساعة ليصلون إلى أقرب نقطة معينة القتال على الحدود بلا ضمانات حقيقية بلا ضمانات طبية لا توجد ضمانات طبية لإسعاف القرح المقاتلون يذهبون إلى الموت لدي رسائل واتس أب يشكو منها بعض المقاتلين يشكي لزميله يعني يقول لهم عليكم أن تحضروا التب الفلانية مهما كانت النتيجة بمعنى موتوا أو أحيوا اقرحوا لا يهمنا يهمنا أن نحقق نصر استراتيجي في هذه المقعة وانتهى الموجود نعم عودة لشبكات السمسرة ولهؤلاء الذين يقومون باستياد الشباب المحتاج هل لأفراد هذه الشبكات توصيف قالوا لي معين في القانون اليمني أو القانون الدولي هؤلاء اليوم أشبه ما يكون بتقار بشر هم الآن يقودون أناس وأطفال إلى الموت المحقق مقابل مبلغ مالي مثل الذي يختطف طفل صغير ويبيعه ليعمل بالأقر اليومي أو طفلة من أقل أن يرمي بها في سوق النخاسة إلى غير ذلك هؤلاء لا يوجد لهم أي توصيف لأنه في حقيقة لأي توصيف إنساني حتى الذين يمتلكوا رتب عسكرية أصبحوا مقرمين بموقع القانون العسكري اليمني ومن المفترض أن هذه الشبكات يتم رصدها وتسجيل أسماءها ورصد وقائعها ويتم التحرك القانوني أمام القضاء اليمني لأن هؤلاء اليوم أصبحوا يتاجرون بآلامنا بأوقاعنا بدماءنا بخيرة الشباب تتصور أنت أن هناك قرى على سبيل المثال إلى حد الآن مات منها أكثر من أربعين هناك قرى قتلة منها ما يقارب من ثلاثين في جباعة الحدود ذلك انتحار جباعي على الحدود على الحدود غريب في جبهة الحدود نعم هذا ليس في أي جبهة في جبهة الحدود هناك هناك أناس إلى حد الآن انقطعت الصلة بإخوانهم هناك زملاء حقوقيين وسياسيين في أوروبا وأنا أعرفهم تمام المعرفة يتحدث بأنه لا يعرف مصير أخاه منذ أن دخل أو أقنع أو أقنع أن يترك جبهة نهم أو جبهة فلان ذهب إلى جبهة الحدود وهو لا يعلم عن مصيره هناك ذباط فروا من هذه الجبهة يحتفظون بذاكرتهم بأوقاع وبمعاستي وبقصص لا يمكن أن يتصورها الإنسان أنا في أربعة أشهر وأنا أحقق في هذه القضية أحيانا كنت أتوقف كثيرا حول التحقق من الواقع حتى تثبت لي من ثلاثة أربعة خمسة مصادر نحن أمام فاجئة حقيقية اليوم يحمون المملكة هم الذين دخلوا على الخط هم الذين استطاعوا أن يصلوا إلى مدن وفرغت من أهلها بسبب القصف الحوثي وبالتالي اليوم المعادلة المعادلة مختلفة تماما عما يصورها الإعلام المعركة على الأرض يديرها اليمنيون بكل وضوح بعكسا بغض النظر عن المعركة القوية وإنما بكل فعالية كما يبدو سيد توفيق يدفعون ضريبة كبيرة لهذا التدخل نعم ضريبة كبيرة أشرت في حديثك إلى أن القانون العسكري يجب أن يتدخل لماذا القانون العسكري هل هناك علاقة بين هذه الشبكات وعسكريون يقومون بتأدية مهام رسمية فيها هناك شبكة كبيرة تجمع بين المدنيين والعسكريين خاصة الذين على الحدود لديهم رتب عسكرية سواء هناك أسماء لدينا سيصدر في التقرير لدينا قائمة بالأسماء لسماسر موجودون من الشمال من الجنوب من كل مكان هذا الذي استطعنا أن نحصرهم نحن نعمل اليوم بفاعلية قام ناشطون بحسب التواصل مع بعض المحامين والناشطين في محافظة تعز ذهبوا لقيادة المحور السابقة طرحوا عليها هذه الإشكالية قدموا لها أسماء تنتمي إلى الجيش اليمني أنهم يمارسون أو يقودون أبناء اليمن إلى المحرقة لكن لا أحد نتصور نحن اليوم في حرب سقطت فيها كل القيام الأخلاقية والحدود القانونية وبالتالي هؤلاء يرون أنهم في حل اليوم نستطيع أن نقول ينطبق عليهم وصف البردوني كم باعوا وكم كسبوا هذا اليوم هو منطقهم الوحيد الجانب الإنساني الجانب لنرى ونخسبر هذا المنطق سيد توفيق كم باعوا وكم كسبوا يذهب الشاب إلى جفة الحدود بوعود كبيرة جدا وإغراءات مالية هي علاقة مالية كما تفضلت لكن بمجرد وفاته هل تنتهي هذه العلاقة بمعنى أنه مقاتل بأجر مقطوع وماذا عن الأسر والأهالي هل يتلكون رواتب هؤلاء بشكل منتظم أم تعويضات ومن يجب عليه تعويضهم في حال لم يكونوا يحصلون على مثل هذه العائدات أو التعويضات طبعا الذين يقتلون على الحدود هناك تعويض يصل ل 15 ألف سعودي تسلم لعائلته وبحسب ما بلغنا أن المبلغ كان أكبر والآن أصبح يستقطع من قبل المسؤولين العسكريين في هذه المنطقة بحيث يصل لهم القليل وفي نهاية الأمر وبدون في فترة الأخيرة لم تعد ممكنة وإنما تحتاج إلى عملية شاقة من المعاملات والتوكيلات إلى غير ذلك بحسب ما بلغنا بشأن الراتب هناك اتجاهات متعددة لكن الغالب يقال أن الراتب يستمر ويسلم من مارب لكن لا ندري تحت أي مسمى وإلى آخر في إشكال لكن حقيقة كثير من يقتلون على الحدود لا أسرهم لا تراهم ولا يعلمون كيف قتلوا ولا أين دفنوا إذا كان رب الأسرة أو الأهالي أقوية ومصرين ممكن يدفنون لمشاهدة الدفن بعد أن يمنحوا فيزا من المملكة العربية السعودية لدخولهم وليشراف على دفن أبنائهم لكن كثير منهم للأسف الشديد يقتلون ويدفنون دون أن يشاهدهم أو يشاهدوهم من نظر الأخيرة مع أن كثير منهم هذا بالنسبة للأهالي من أجل أو أبنائهم بالنسبة للأهالي لكن في هذا لكن ماذا بالنسبة للحكومة نحن في التقرير سألنا سؤال لماذا ذهبتوا من الحدود كان الجواب واضح قالوا أحدهم يقول أنا ذهبتوا لأتزوج والآخر يقول أنا ذهبت لأحسن وضعي وهو لا يعلم إلى أين سيدهم أحدهم لدي قصة موقع أرسل لي ثلاث صور صورة وهو قبل المعركة وهو شاب يفيض حيوية ونظارة والمستقبل مرسوم بينه محياه ثم أرسل لي صورة بعد أن انتقر فيه اللغم وأصبح قسمه أشبه بزقاق محطم للأسف الشديد ثم أعطالي الصورة بعد أن تم ترميم أجزاء من جسمه وهو يقول لهذا كان قبل رمضان يا أستاذ توفيق أنا الآن ليس لأسرة مصروف رمضان منقطع الراتب أو متوقف الراتب منذ ستة أشهر هناك إشكاليات هناك أجل حتى بمنطق الربح والخسارة سيد توفيق حتى بمنطق الربح والخسارة وبمنطق الإغراء المالي هذه صفقة خاسرة بالنسبة للشباب اليمني على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي وبكل تأكيد على المستوى الوطني لكن ما هو الدور الحكومي في حال القتل لا تستطيع الأسر الاطلاع على إجراءات الدفن أو الحصول على الجتة أو ربما تذويبها كما تفضلت وهو أمر في غاية البشاعة ماذا عن الدور الحكومي هل يتم إبلاغ الحكومة أن لديكم كذا يمني قتلوا باليوم قتلوا بالأمس قتلوا سيقتلون الغد ما هو الدور الحكومي إذا كان الأهلي لا استطيعون الحصول على الفيزا للذهاب لإلقاء النظرة الأخيرة على هؤلاء الشباب المغرر بهم الدور اليمني هو دور غير واضح وغائب كما قلت لك اليوم لا نعلم هنالك اتفاقيات لا نعلم أن هناك تنسيق لكن الذي نعلم أن وزارة الخارجية اليمنية مشاركة في هذه القريمة كثير من المقاتلين على الحدود كما قلت لك يمتلكون وثيقة اسمها وثيقة سفر اضطرارية تصدر من القنصلية اليمنية في جدة بمعنى أن هناك علم على أعلى مستوى بمعنى أن هناك تسهيل لهذا التقنيد يتم من قبل الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية مشاركة في الجريمة اليوم على وزارة الدفاع على رئاسة الجمهورية على مجلس الوزراء أن يجيب بما في مجلس النوب أن يجيب عن هذه الأسئلة اليوم ما طبيعة هذه العلاقة هل هناك اتفاقيات الضباط الذين يتم تعييرهم في الحدود هل معينين بقرار يمني هل هو بقرار سعودي قصة مستقبل هؤلاء بعد الموت إذن فتح هذا الملف إلى آخر فتح هذا الملف أصبح واجبا زي التوفير لأنه واقب إنساني وواقب وطن نعم إذن المحامي اليوم هناك قرحة تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية في شارفة تسجيلات لهم إلى داخل مقرب على أساس أن هناك مستشفى خاص بالعظام لكنهم يشكونون أن المستشفيات غير مؤهلة تأهيل الكامل نعم نعم اطلعنا على هذا الشكاوي تعامل فوقي وتعامل أيضا يعني أنا أقول لك سيد توفيق أدركنا الوقت شكرا جزيلا لك وجميعنا بانتظار صدور هذا التقرير المهم عن منظمة سام للحقوق والحريات المحامية والناشط الحقوقي توفيق الحميدي كنت معنا من فينا شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الحاج عبدالله الخولاني تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة